اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكد صاحب الجلالة حفظه الله اعتزاز البحرين قيادة وشعبا بعلاقاتها التاريخية الراسخة مع مصر الشقيقة مؤكدا حرصه المتبادل على تعزيز اوجه التعاون المستمر والتشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحدياته وعرب الجانبان عن بالغ اعتزازهما بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية المصرية وتطورها وتطلعها الى دفع التعاون ثنائي لفاق جديدة من العمل المشرك في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط الاخوة ومودة تاريخية وثيقة واشهد حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بما تشهد مصر الشقيقة من نهضة تنموية رائدة وما حققته من انجازات نوعية في مختلف القطاعات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماربا عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام لمملكة البحرين واسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في المملكة متمن ان جللتها الدورة التاريخية الريادي لجمهورية مصر العربية في حماية الامن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز اسس السلام والامن والاستقرار في المنطقة مؤكدا جللتها على همية حل مسألة سد النهضة بما ياتي بالخير والاززهار على الدول المعنية ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية دون تأثير على امنها المائية من جانبه اثناء فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود جلالة الملك المفدى ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر واصفان هذه العلاقات بانها نموذج متميز للتعاون بين الاشقاء وحيا فخامتها الدورة المشرفة للمملكة بقيادة جلالة الملك المفدى في دعم العمل العربي المشرك وبمواقف جلالته الحكيمة تجاه قضايا المنطقة مشددا على موقف مصر الثابت من امن الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري كما تناولت المباحثات والتطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على امنها والسقرارها ومجمل الاحداث الاقليمية والدولية اضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك وقد شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبية واعرفا عن تقديرهم البالغي لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في تسوية الازمة اليمنية واعادة الامن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن الشقيقة وبما يعزز ويرسخ الاستقرار والسلام في المنطقة وشكر جلالة الملك وفخامة الرئيس المصري الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي وحكومته وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة على تسهيل هذا الاتفاق المحوري الذي سيدعم الجهود نحو تسوية سياسية شاملة وعرب الجانبان عن الامل في ان يصفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا لمعالجة اثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن والسقرار كما اكد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري اهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة وبما يمكنها من الحفاظ على امنها والسقرارها ومواجهة التحديات المشاركة وفي مقدمتها خطر الارهاب والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية مؤكدين كذلك اهمية تضافر الجهود لايجاد الحلول السلمية للازمات في المنطقة بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية لدولها وشعوبها اشتركوا في القناة